اشتركوا في القناة انتصارات للأهل ان شاء الله العطلة اللذيذة ها طبعا احنا جايين قالوا لنا ايه مش هنشتغل من عشرة حنشتغل من 11 عشان الباسكت جاهزين قالوا لنا لا ايه هنتأخر شوية عشان الباسكت وكان يعني قابلنا كل هذا بترحاب وسعادة لان الباسكت يكسب ولما الأهل يكسب نطلع خمس دين ونبقى موسوطين طيب بالنسبة اللي مطروع على الساحة لان احنا معاكم النهاردة لمدة ساعة فقط ففيه كلام مهم جدا وفيه مباراة اهم بس عايز اقول لكم انه القرار الواضح والصريح من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لكل الاجهزة العاملة في النادي مش بس الاعلاميين الاداريين وكل الاجهزة المسؤولة في النادي انه مفيش رد على اي بيانات مفيش تعامل مع ازمة النهاية الافريقي مفيش اي تعقيب عليها فقط للتركيز لمباراة الاهلي ووفاق سطيف التسعة مساء السابت القادم ان شاء الله وده علشان يتحط الجميع في صورة اهمية المباراة طبعا هو دي الحكمة الحكمة الادارية ولكن مؤكد ان الناس كانت بناء على التعقيب كانت منتجرة تعقيب ولكن انا بقول لك ان احنا في اللحظة دي الصمت هو الحكمة لان هناك كنت استشعر ان هناك حلقة مفقودة بدأت معالمة تتضح سنتحدث عنها ولكن بعد مباراة وفاق الصيف لان لكل مقام كلام لكل مقام كلام ولكل مقام قرار لان مجلس ادارة النادي كابتن محمود الخطير دعا المجلس للاجتماع ساعة خمسة يوم الاحد ان شاء الله للنظر باذن الله في هذا الموضوع بشكل كامل واتخاذ الخطوات اللازمة في ضوء ان شاء الله تعالى تأهل الاهلي باذن الله مساء السبت لكن زي ما اقول لكم لا حديثة ولا كلامة ولا تعليق ولا تعقيب فقط التركيز في الاهلي وفاق الصيف باشموندس هنى الباسكت بعد ما فاز على التحاد السكندري 63-60 كده في المباريات الخمسة لتحديد البطل الاهلي فايز 2-1 فيبقى انه هيقابلوا بعض يوم السبت ان شاء الله الاهلي والاتحاد السكندري لو فاز الاهلي باذن الله يوم السبت خد بطولة الدوري في الباسلوب 5 لكن لو اي نتيجة غير فوز الاهلي يبقى الفريقتين هيحتاجوا مباراة فصيلة هتبقى الاتنين اللي جاي ان شاء الله فبإذن الله تعالى باشماندس السبت تكون فرحة كبيرة يا رب لان الباسكتبول بيقدم مستويات ممتازة والحقيقة ان مطشاته مع الاتحاد السكندري كل البطولات التي استطاع الاهلي ان يحسمها كانت في مواجهاته مع الاتحاد السكندري وده بيقولك ان هم الفريقتين اللي اجهز على الساحة وتقاربوا المستوى يعني الكافة تميل اي الى ناحية النادي الاهلي ولكن نتمنى كل التوفيق للعبتنا وبعدين يعني لما ربنا ينهي الموسم بتاعهم بإذن الله على كل خير هنقدر نستكشف المكاسب بتاعة هذا الموسم اللي هي بتتعدى النتائج بإذن الله طيب دي فرحة الباسكت وان شاء الله تعالى السبت تكمل وانستبت تكون الفرحة الاهلوية المزدوجة ان شاء الله يكون الفريق الكرة بإذن الله في الجزائر يتخطى وفاق السطيف ويتأهل لنهاية دورة أبطال أفريقيا لكرة القدم والباسكت كمان ان شاء الله يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بالبطولة بإذن الله لكن منذ قليل انتهت مباراة أيضا فريق سيدات الأهل لكرة اليد فازوا ببطولة منطقة القهيرة بعد ما فازوا على الشمس 34-24 وكان نتيجة الشيط الأول 18-11 للأهل بالنسبة ليد الرجال الذي يدهشك فرقة دي خسرت البطولة أمام الشمس في مفاجأة من الإعارة الثقيل بالنسبة لي يد الرجال بقى اللي موجودة في النيجر في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية الأهل فاز في المباراتين الأولى كان على كيركوس الأسيوبي بنتيجة كبيرة كانت 48-19 ثم فاز الأهل كمان على دون بوسكو الإفواري 36-17 ده مشاركة الأهل في كأس الكؤوس الأفريقية في هذه المجموعة اللي جات بعد ما كان الأهل توج بلقب سوبر كرة اليد على حساب الزمالك الأفراحة أهلوية كلها الطائرة الطائرة بطل الأهل بطل التاريخي لبطولة أفريقيا بيواصل دفاعه عن اللقب أو سعيه لإحراز الكأس في بطولة أفريقيا في تونس الأهل فاز في أول مباراة على الأولمبي القليبي منظم البطولة التونسي 3-0 ثم فاز الأهل في المباراة التانية على فهب الكاميروني أيضا 3-0 بالتالي الأهل أنهى المجموعة وهو في الصدارة برسيد 6 نقاط الأولمبي القليبي كان في المركز التاني الأهل حيلتقي في دور التمانية مع تاني المجموعة التالتة من اللي فيها فيها هيئة المواني الكيني وفريق سبواري الكنغولي وأنجس الإفواري وجامعة مادة الأسيوبية اللي حيكون تاني هذه المجموعة هي لعب الأهل في دور التمانية وأي حد الأهل هيقابله الأهل تركيزه أنه يرجع بالبطولة إن شاء الله وكان الكابتن محمود الخطيب كلف المهندس خالد مرتجي بالسفر لتونس للاطمئنان على البعثة والشد من أذر رجال الكرة الطيرة بإذن الله لإحراز اللقب نتمنى التوفيق لأن الحقيقة ما كانش النتائج في البطولة المحلية على قدر التوقع والظروف إحنا كلنا شفناها لكن الفريق البطل يسترد يعني قوها بسرعة وبإن الله عوضوها بهذه البطولة المهمة حبينا نحطوك في الصورة السعيدة من كل هذه البطولات الأهلوية لكن طبعا لا حديثة ولا صوتة يعلو على صوت كرة القدم الأهلي في الجزائر ترتيبات خاصة لوفاق سطيف تركيز شديد جدا في وفاق سطيف وفاق سطيف لما بعثة الأهلي وصلت كان وفاق سطيف عامل فوز كبير على فريق اسمه سريع غليزان ده في الدور الجزائري وفاق سطيف فاز عليه سبعة صفر حسستك بحاجة دي لازم لازم تنتبه رسالتها بقى رسالتها أن لأ وفاق سطيف يعني هو رجع مغلوب بنتيجة سقيلة لكن ما تهزدش مع نوياته ها الفريق اللي قدامه وليل هما بيقولوا أنه نتائجه بس ما فيش حد كمان عارف كسابه سبعة صفر ده وفاق سطيف فالمباراة لازم تؤخذ بمنتهى الاهتمام والجدية وما فيش حاجة اسمها خلصت في القاهرة إنما يعني هتديك أريحية لكن نأمل أنك تخرج بنتيجة إيجابية هناك عشان يبقى البطل مقنع حتى النهاية ده كمان كلام مهم جدا المباراة الساعة 9 مساء السبت الحكم هيكون الصدق السلمي التونسي ومعاه خليل الحساني حكم مساعد والليبي أعطيه محمد عيسى وهيكون في تقنية الفيديو التونسي هيثم قيراط بجانب المغربيين زكريا برينس وعادل زوريك تعرفين الأهلي كان سافر بقيمة كاملة تقريبا ما أعدش يمكن إلا حسام حسن وصلاح محسن فيما عادة ذلك كل الفريق مكتامل موجود مع الجهاز الفني يعني إحنا مش وقت الكلام على مين سافر ومين قاعد فرقة الأهلي ما فيهاش يعني فوارق فنية تخلينا نصنف اللعيبة لكن كل حاجة لها ظروفها ويعني أعتقد أن اللي سافروا يقدروا يشيلوا المسئولية بالشكل الواجب وأن كان فيه أخبار مزعجة عن إصابة بكي سوني وانتقالوا إلى المستشفى يا ريتي يعني من خلال الساعة اللي إحنا متحالنا نقدر نطمن الناس ونطمئن معهم طيب الحقيقة التحدي الحقيقي في البعثة البعثة برئاسة السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي اللي الحقيقة قايم بدور كبير جدا لتحقيق التحويط اللي على الفريق بمعنى أنك إزاي تعزل الفريق عن أي مؤسرات بأي قضايا تانية للملعب النهائي ولا غيره وكمان بتخرجهم من المود اللي ممكن يكون فيه جزء من الاسترخاء بعد الفوز بالأربعة في مباراة الزهاب عشان كده كان الكابتن محمود الخطيب حريص على لقاء اللعيبة قبل السفر في الملعب وقال لهم الأهلي ما تأهلش كرة القدم فيها كل حاجة احترام المنافس ده أساسي جدا التركيز في المباراة ده أمره مهم جدا الأستاذ العمري فاروق تول الأيام من أول ما وصله وحواراته مع الكابتن سيد عب حفيزه ومع الكابتن حسام غالي عضو مجل السيدارة والبسستر يانديل عضو مجل السيدارة اللي موجودين مع البعثة كله إزاي تخرج اللعيبة من أي مود يكون فيه جزء من الاطمئنان أو الانشغال بحدوتة النهائي ما فيش حاجة أنت يعني حطط لنا تعليق أنا بحبه أيوة ما تشويش السمك غير لما تصطاده أيوة فمش حنشوي قبل السيد بالهنا والشافة إحنا لسه ما وصلناش النهائي لما نوصل نهائي نبتدي نتكلم على مشاكل النهائي ونور رأينا فيها لكن في كل الأحوال أي أنت كفريق بقى لأنتم حطط في اعتبارك ما لكش دعب أي مشاكل طيب نطلع على الجزائر لأننا كل الهدف في الساعة دي اللي تنعين لها مع حضراتكم نحن نخدكوا للجزائر عشان تطمنوا على البعثة وعلى هذه المباراة المهمة معنا من الجزائر الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي مع البعثة مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك يا أستاذ أبريم منيسي برحب بيك في البداية وكل التحية لبشوان سعد للقيع والشكر والتحية لموصول ألد كمان لكل الجمهور النادي الأهلي كريم يا ريت تحطينا في الصورة كاملة عندك وما إيه إصابة ميكي سوني يعني هبدأ معك في البداية طبعا هي إصابة ميكي سوني يمكن الجدية والحماس الكبير جدا اللي احنا لمسينه من القاهرة حتى وصلنا هنا ومن خلال التدريبات يعني كان ليه مردود يعني قلنا الحمد لله طبعا إن هي ما كانتش إصابة قوية لكن هي لسه حتى الأمور دي كلها تشخيص وكل الأمور لها اجتهادات اللي هتتم خلال الساعات القادمة لم يتم حسم الإصابة لأن هي كانت كادمة واشتراك مع الشناوي في أحد الكرات في التكتك الحقيقة اللي كان بيقوم بيه بيسو مسماني وبشرة الناحية أول ما ميكي سوني كان الرجبة وكادمة كانت قوية جدا في الرجبة يعني أحد المستشفات القريبة جدا بصحبة طبيب النادي الألي أحمد وعابلة توجهه لعمل أشياء للأتمنان بشكل عام في خلال الساعات القادمة إن شاء الله نتطمن على ميكي سوني وعلى الإصابة يا رب إن شاء الله ما يكونش إصابة طويلة لكن بعيدا طبعا عن ميكي سوني كل اللعيب الحمد لله رب العالمين جهزيتهم مع الأعلى مستوى لتركيز كبير جدا للصرار اللي شفناه في التدريبات الجلسات المستمرة مع العيب العيب النادي الأهلي الكبار كل الأمور دي مدينا مردود كبير جدا أنا مش منسعب لي يا أستاذ إبراهيم إن شاء الله الجدية موجودة بعيدا عن نتيجة الأولى هي هو دو عي العيب للنادي الأهلي وعي الجهاز الفني إحنا مش محققين حاجة دخلين هذه المباراة بنتيجة 0-0 فإن شاء الله بإذن الله الموجودات كلها تكلل بالنجاح وتسعين دي يا رب إن شاء الله كون من نصيب النادي الأهلي خطوة مهمة جدا تفصلنا عن المباراة النهائية ومع المباراة النهائية بقى لكل حادث الحديث لكن النادي الأهلي معودنا وجهازه الفني ومجلس إدارته خطوة بنخدها بنقفل الخطوة بنبص على البعدية فالأمور الحمد لله طيبة جدا مع فريق النادي الأهلي على هامش كمان اليوم النهاردة والتدريبات والأمور الخاصة طبعا بالاستعدادات الفنية كانت لفتة رائعة ومميازة جدا من طبعا رئيس البعثة الأستاذ عامل فروغ وزير طبعا العامل فروغ كابتن حسام غالي طور محمد شاوي الأستاذ طرق أنديل النهاردة اللي كانوا متواجدين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم لاستقبله طبعا النادي الأهلي بقيمته الكبيرة جدا بكل ألة الرحاب ومنها مباشرة كعادة طبعا الكرة القدم بتقرب الشعوب وكرة القدم لرسالة مهمة جدا والعلاقة الطيبة والممتازة والرائعة بين الشعب المصري والشعب الجزائري توجه باتت النادي الأهلي إلى مقام الشهداء التخط والصور التسكرية مع طبعا السفير المصري طبعا هنا فيها الجزائر مختار وريدة طبعا كل الأمور الحمد لله كانت عدد بشكل طيب جدا لفريق النادي الأهلي البعثة يعني مشى بشكل طيب جدا كل كابتن محمود الخطيب واتصالاته المستمرة والاتمينان على بقسة فريق النادي الأهلي ينقصنا التوفيق إن شاء الله في المباراة لكن برضو عايز أحطوكو في الأجواء غدا اليوم يمكن غدا مليء بالمؤتمرات الصحفية طبعا كالعادة والاجتماع الفني غدا ما يكون عشر صباحا بتوقيت الجزائر هو المؤتمر الصحفي الخاص بفريق النادي الأهلي وعلى الجانب الآخر يكون حداشر أيضا كمان صباحا بتوقيت الجزائر الاجتماع الفني لطبعا الورتوش الأخيرة بقى تحرك فريق النادي الأهلي التقيمين كل الأمور الخاصة بالجانب الأمني دعواتكم طبعا إن شاء الله بإذن الله ودعوات كل جمهورنا العظيم إن شاء الله بإذن الله المباراة تعد على خير ويا رب إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يتأهل لهدي المباراة النهائية والحداشر تكون أهلوية إن شاء الله يعني أجواء وأصداء هذه المباراة سواء على الجمهير أو على الإعلام كيف ترى هل هي حماسية هل هي هدئة هل هي يعني كيف تصفها يعني أقدر أقول لك بشمان سعدي النتيجة الكبيرة اللي كانت في القاهرة يعني الأمل ضعيف شوية لكن هم عندهم رغبة أكيد وعندهم جمهور أكيد متواجد معهم في هذه المباراة لكن الأمل ضعيف بالنسبة لوفاق ستيف في هذه المباراة لكن كرة القدم فيها متغيرات كثيرا جدا الإعلام هنا والصحافة بتشيد بالنادي الأهلي ما بنقابلش أي حد فندق اللي قام ومتواجدين خارج الفندق الناس بتحاول تلتخذ الصورة التسكرية الناس بتطلب بيننا تشيرتات اللي لعبت للنادي الأهلي تشيرتات بشكل عام نادي الأهلي قيمته كبيرة جدا جدا طبعا زي ما احنا شايفين وعارفين لكن أقدر أقول لك إن الإعلام هنا بيتكلم على أفضلية نادي الأهلي النادي الأهلي أهضر فرص عديدة جدا توفيق كان معاه كان أدى أداء مميز جدا في المباراة الأولى فده بلغة الكرة مخاوف الجانب الآخر شوية من نسبة للفرص اللي ضعت لأن النادي الأهلي في المباراة الأولى كان يقدر يعمل سكور كبير جدا فيارب إن شاء الله زي ما التوفيق كان معنا في المباراة الأولى بالجهد الكبير المفزول الحقيقة من لعبة النادي الأهلي وتركزهم الكبير يكون معنا كمان في المباراة يوم السبت ان شاء الله بإذن الله على ملعب خمسة جويلية اللي هستابلها دي المباراة تمانية مسام بتوقيت الجزائر تسعة مسام بتوقيت القاهرة ان شاء الله بإذن الله كل الأمور تكون في صليحنا ومنافق طيبة الحياة اللي بيوفروا كعدتوا مجلس تدارة النادي الأهلي يكون مردود كبير جدا كريم طيب ده أجواء وأصدار المباراة من الجانب الجزائري طب على الجانب اللعيبة والجهاد الفني والبعثة المصرية انت حاسس بايه تركيز واهتمام ولا يعني في اتمئنان لا فيه يعني اتمئنان وفيه حذر بالتأكيد يعني فيه اتمئنان وفيه ثقة وفيه وعي كبير وفيه حذر كمان لان زي ما بأكد لك المباراة فيها متغيرات كثيرة جدا وكرة القدم فيها متغيرات كثيرة جدا لكن الحماس اللي شايفينه والإصرار والجدية اللي بنأكد عليها ده لمسينه من فنده اللي قامة بعد كل وجبة بنشوف العادة النادي اللي تجتمع مع بعض اللاعبين الكبار بيتكلموا على اهمية المباراة زي ما اكدت لك كمان الكابتن محمود الخطيب والتصال والمستمر لعادة النادي الآلي عارفة انها ما حققتش حاجة لسه لسه موصلناش للمباراة النهائية لسه عندنا خطوة ان شاء الله فعشان كده بنقول يا رب ان شاء الله يكون التوفيق معنا في مباراة السبت ويكون هذه المباراة من نصيب النادي الآلي ويقطع خطوة كبيرة جدا قبل المباراة هل في الاجتماع الفني الآلي عنده اي مطالب الكابتن سيد عبدالحفيز هيترحى في الاجتماع الفني على المرائبين ولا الامور في العلاقة كويسة يعني لا حتى هذه اللحظة الامور طيبة جدا هي بس كانت امس كان التدريب اللي اول لفريق النادي الاهلي الملعب ما كانش يعني كان صعب شوية الاضاء كانت ضعيفة الملعب كان ضعيف شوية فيمكن تواصل على طول الكابتن سيد عبدالحفيز مع مسؤولي وفاق ستيفل اللي بالحقيقة استجابوا سريعا والنهاردة يمكن متواجدين في ملعب مصطفى تشاكر اللي استقبل النهاردة تدريب النادي الاهلي الثاني ملعب هو اتحاد بليدة ملعب جيد جدا الحقيقة فكانت جرعة تدريبية قوية جدا لفريق النادي الاهلي استفاد بها بشكل كبير جدا لكن زي ما بكرلك خسارة ميكسوني بس النهاردة يمكن هو ده الامر المزعج شوية بالنسبة للجهاز الفني لكن الكل جاهز ان شاء الله احضاشر راجل يكونوا متواجدين في الملعب وان شاء الله هدي المبركة من نصيب النادي الاهلي بالنسبة لإصابة ميكسوني هل الدكتور ابو عبل عمده تشخيص مبدئي؟ يعني حتى هذه اللحظة احنا اسألته بصراحة يعني هل يا دكتور هل فيها روباط هل في جزع في الرباط الرجل طبعا ما قدرش ان هو يحسم هذا الامر الا ما يتأكد من الاشاعة لان الالم كان صعب جدا حقيقة على ميكسوني اللي بكى شوية من الالم تألم بشكل كبير جدا في احنا منتظرين طبعا في خلال الساعات القادمة طبيب النادي الاهلي مع ميكسوني هل اشياء يكون متواجدة هتظهر خلال الساعات القادمة ومنها ان شاء الله ان طبعا من كل جمهور النادي الاهلي على اصابة ميكسوني وجود الاعضاء مجلس الادارة مع الاستاذ العامر فروغ اذا كان الدكتور محمد شاوي او الاستاذ طريق انديل او الكابتن حسام غالي مع الجانب الجزائري انت شايف انه الاهل السفير لتلطيف هذه العلاقات مع الجانب الجزائري طبعا مع ادام مجلس الادارة النادي الاهلي والمجموعة المتواجدة جدا تقابل بالترحاب الكبير جدا من الجانب الجزائري يعني ان ايضا كمان بالنسبة لي التدريب الاول امكان كان متواجد نائب رئيس مجلس الادارة وفاق الصيفة السابق اللي رحب بكل البعثة بالكامل وكان متواجد طبعا بصحبة ال سفير الاجواء طريبة جدا يا سيسة ابراهيمة بشوانس عادلي زي ما بأكد لك يعني الشعب الجزائري شعب طيب جدا بيعشق النادي الاهل وبيحبه جدا وعارف قيمته الكبيرة كل ما بنقابل حد يقول لك نادي القرن مربوح عليكم ان شاء الله بإذن الله فيارب ان شاء الله كل الدعوات وكل المناخ اللي احنا بنأكد عليه فيه كل رسائلنا من هنا من الجزائر كل الامور دي يكون في صالحنا ان شاء الله البيتس موسيماني اتكلمت معاه على انطباعاته على المباراة او تركيزه فيها الحقيقة البيتس موسيماني يعني مركز بشكل كبير محاضراته الفنية ومحاضراته اللي يكون فردية كمان والجلسات الفردية مع العيب تلنادي الاهلي بتدل عن مدى التركيز ممكن نشوف تغيره في التكتيج ممكن نشوف تغيره في المباراة بشكل عام ده اللي احنا لمسينه من خلال التدريبات يعني التكتيج والتشكيل والامور دي طبعا بتترك اليوم المباراة لكن من الواضح ان الراجل قاري بشكل كبير جدا المباراة الاولى النتيجة كانت كبيرة ومن الواضح ان شاء الله ان شاء الله باذن الله التركيز اللي احنا شايفينه مع خط الهجوم بالتحديد ان احنا ان شاء الله نقدر نحرز هدف واثنين وثلاثة بالجدية الاسرار الكبير اللي احنا بنشوفه مع العيب تلنادي الاهلي الرغبة موجودة لكن التوفيق ان شاء الله لو معنا الامور هكون طيبة جدا ان شاء الله شكرا جزيلا للزميل كريم احمد موفد قناة الاهلي الى الجزائر اعتقد امشماندس طمنك بنسبة كبيرة انت كنت قلقان شوائي انا ما مطمنش غير لما شوف اداء الفرقة انا بخاب جدا بعد النتائج الكبيرة سازة براين لان انت مهما تقول خدنا بحذر في حاجة غريزة الانسان انه في حاجات انا اخشى من يعني ان احنا نكون فعلا شايفين ان احنا يعني هو اخر جملة قالها ما انبسطش نكسب واحد واثنين لا مش شرط احنا عايزين نقول ان دي نتيجة كبيرة ولا انا عرض عرض وانتهت ما نقدرش نقيس عليه عايزين نشوف بقى الاداء ووقعية الاداء باذن الله هنشوف مباراة عند مستوى المسئولية والتركيز لانه زي ما قلتلكوا الهدف دلوقتي زي كل الاطراف المعنية الخاصة بالمباراة تكون فقط في تركيز عالي في هذا اللقاء هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل اهلا بحضراتكم الجديد وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي في كل مكان بيحل فيه بيبقى سفير فوق العادة لبلده ودائما ممثل طيب للمكانة للقيمة المصرية الحقيقة في الجزائر الوافد النادي الاهلي برئاسة الأستاذ العمري فاروق كانوا زاروا الاتحاد الجزائري لكرة القدم وزاروا مقام الشهيد وبقام الشهيد ده حاجة زي النصب التذكاري هنا ووضعوا اكليل من الظهور عليه وزاروا ايضا يمكن استقبلهم رئيس الاتحاد الجزائري عمارة شرف الدين وايضا حرص مدير الشباب والرياضة في ولاية البلدة على زيارة البعثة واهدى الأستاذ العمري فاروق باقى من الورد لكن حتى دي الزيارة حتى على المستوى الشعبي للعيبة هتشوفوا لقطة لأفشا وهو بيهدي التيشيرت بتاعه لحد من زو الاحتياجات الخاصة في الجزائر بصوا يعني نجومنا بقت قيمتهم فين والناس كلها وراءهم في كل مكان يعني حتى في الجزائر الجماهير الجزائرية جاية وواحد برضو من زو الاحتياجات عايز فانلة أفشا باشوانس هي دي قيمة الكرة وقيمة الرياضة وقيمة النجوم ودور النجوم في اسعاد كل المحب الكرة ومحب الأهل في كل مكان يعني شيء رائع جدا أن الكرة يكون لها الدور ده في اسعاد كل الناس على مختلف ظروفهم واحتياجاتهم يعني طبعا بتوضع قيمة النادي برضو يعني شوف أنا دايما مع جبر الخواطر أيوا والرياضة جزء من رسالتها صحيح الإنسانية الإنسانية طبعا الجانب الإنساني ده مهم جدا أي فطبعا أهلا بالأشقاء إنما يعني كانوا ونتمنى أن يظل الأهل يعني مظر سعادة لكل الناس لكل الناس وتقديرها للأهل الحياة كبير حتى على مختلف ميولهم يعني الكابتن طلعت يوسف نجم الاتحاد السكندري مدرب الاتحاد واحد من خبراء الكرة المهمين بعد مباراة الأهلي ووفاق السطيف كان له رأي في أسباب تفوق الأهلي حنشوف رأي الكابتن طلعت يوسف بعد مباراة الأهلي ووفاق السطيف وفوز الأهلي بالأربعة بيرجع ده إيه بالزبط شفت إزاي مباراة الأمس أكيد الأهلي أدى بشكل متميز جدا أداءه كان الجماعية غالبة عليه لعب أربعة اتنين ثلاثة واحد مجبر في ظل عدم وجود السولية إحنا بقلنا سنتين في قصة كده مستمرة هي أن الأهلي بيلعب بطولة أفريقيا بيوصل للفاينل لأن منافسي ضعفاء جدا والنحية الثانية لا يا جماعة لأن الأهلي هو أقوى هذه الفرق فبيوصل بدون مجهود عنيف ممكن نلخص ده في إيه؟ تحقيق البطولات على المستوى القاري شيء صعب لأن المشوار طويل وبيحتاج منك زخيرة كبيرة جدا جدا ولأن ما بقول زخيرة فأنا ما بقعنيش اللاعبين فقط أنا بقعني زخيرة خاصة بالنادي ككل لا النادي الأهلي إدارة نمرة واحد جهاز ولعبة جماهير إعلام عنده قناعة بيه فمقومات تحقيق البطولة متوفرة جوى النادي الأهلي أكتر من أي نادي أفريقي آخر هو نادي محترف وسط هو تقدر تقول كده على المستوى القاري هو زي ما أنت قلت كده هو محترف يعني يا جماعة الحقيقة نغمة القوة الضعفة لا تظهر إلا عندما يكرر الأهلي نجحته وكابتن طلعت حقيقة ربما بهدوءه قد استفزه هذا المنطق فرد بنفس الرصانة والهدوء اللي هو معتدين منه وقال له لا هو مش بس عناصر كرة مش بس فريق ده كل مقاومات التفوق لنادي محترف موجودة في النادي متوفرة في النادي الآلي يعني عايز نادي تتوفر له كل هذه السمات لما يتفوق نوعد نتكلم على مدى قوة المسابقة ولو كلام ده صحيح كان الآلي ما ضعيتش منه بطولة ده هو بيلجأوا أحيانا إلى عوام الخارجية لفرمالة الآلي تعرف فكرتني بالفنان الكبير نبيل الحلفاوي لما الناس قاعدت تقول الفريق ضعيف والفرق ضعيفة اللي بتلعب الآلي قال لهم يا جماعة في حقيقة انتم شعزين تاخدوا بالكم منها الآلي هو اللي بيظهر الفريق الآخر ضعيف في الآلي قوته طول ما هي في أفضل حالة بيعمل حالة زي الخداع البصر والأقوياء اللي بيقولوك كلام ده اللي بيقولوك كلام ده بينتمو إلى أندية بتدعي أنها الأقوى أي طيب ما أنتو فوصوا الضعاف ضلما ما بتعملوش زي الأهل اللي بيبيبيبي يعني 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 هذا كلام أصبح من حتى جماهير الأندية التي تردد هذا الكلام ما بقتش تشرابه والحياة فيهم كتير من حتى المنتمين لأندية أخرى من الخبراء والمحللين لا الأسوياء مع الأهل دايما حلاء الخبرنا والمحلل الرياضي الجميل الأستاذ خالد بيومي الحقيقة له تويتر من شوية على تويتر سأستمر في دعمي للناد الأهلي في أي محفل خارجي وسأظل على موقفي إلى أن يستفيق مسؤوله كرة القدم أن لمصر وأنديةها حقوق ده جملة دي؟ آه مش أنا لسه بشير إلى حلقة مفقودة؟ أيضا خل احتفظ بها لأنها جزء من الحلقة المفقودة الراجل ده بيلمس على حاجة مهمة جدا 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 أنك أنت لا يمكن تاخد حقك إلا إذا كان المسؤولين عن الكرة مصرية حرصين أنك تاخد حقك آه إنما طالما هذا السباة العميق عن الحقوق ها الناس تتمع فيك فالنادي الآلي هو أستاذ خالد بيومي عايزي يقول إيه؟ هو الآلي بيحارب لوحده آه فخلينا خلينا بس بعض الماتش إحنا قلنا مش هنتكلم دلوقتي طيب برضو من النجوم الجمالي اللي هما لا يبخسون الناس أشياءهم الكابتن أشرف آسف برينس الكرة المصرية اللي بنتمنى له يا رب تمام السلامة والشفاء بإذن الله رأيه في مباراة الأهلي وفوز وعلى وفاق السطيف نشوف نوجه نظري دي تعتبر يمكن أحسن مباراة النادي الأهلي قدها في البطولة دي على مدار البطولة بشكل عاميا حتى كمان في آخر ثلاثة أربع مباراة حتى في الدوري النادي الأهلي ما كانش بقد بشكل كويس النهاردة الموضوع اختلف طيب إيه السبب؟ حتى ما بين الدوري وأفرق يعني تحس أن فيه إحساس بالمسؤولية أكتر شوي تركيز أكتر علشان البطولة مقربة النهائي عايزين يوصلوا نهائي برضو إحساسهم أن المباراة موكي كانت تصعب عليهم لو ما فيش نتيجة إجابية بشكل كبير النتيجة إجابية بعدد من الأهداف وده اللي حسسك من الكلام اللي أنا بقوله أن برغم إضاعة عدد من الفرص في الشوت الأول النادي الأهلي لو الفرص اللي وتيحت لي في خلال الشوت الأول كان ممكن يخرج أربع صفر في الشوت الأول بس لكن أعتقد أن الأربع أهداف دي بتسهل المهمة بشكل كبير طبعا يعني آه بنسبة تسعين وخمسة وسبعين في المئة النادي الأهلي حيبه واصل وأنا من وجهة نظري النادي الأهلي علشان الأمور تتبع ما بقاش فيها مع وقات هناك النادي الأهلي يسافر قبلها بيوم بالزبط حيبه فيه حراس وفيه شحن وكل حاجة النادي الأهلي علشان يبعد عن الكلام ده كله يروح قبلها بيوم بس يوم واحد شوف هو برينس كان في الملعب لشياكة لعبه ولكن هو برينس خارج الملعب نعم الرجل يعني عنده واقعية عنده تجرد تحس كده حاجة صفية نضيف صفية فهو قال حاجة جملة برضو بسيطة بس بتلخص حاجات كتير بيسأله كابتن كريم أنت بترجع التفوق الإفريقي أو في هذه المباراة مع الشكل ما كانش على قدر المستوى في المحل في قال له الإحساس بالمسؤولية التركيز وأنا بشوف أن الفطرة التي أتيحت بشكل مريح ما بين المباراة المحلية واللقاء الإفريقي ساعدت الجهاز الفني أن يقعد يذاكر أكتر يركز أكتر يحفظ أكتر اللعبة تركز أكتر إنما توالي المباراة بتخلي تركيزك ممزق وأهدافك عمالة بتروحي منه وشمال ما بتلحقش تحفظ حاجة ما بتلحقش هتدرس إمتى وتتفرج إمتى على المنافس وتحلله وترجع تحفظ لعيبتك وتراجع عليهم فلا هو التركيز نتمنى إنه برضو يكون مستمر على هذا القدر عشان ما تبقاش برضو نرجع نقول كانت مباراة وعدد لأ نحن عايزين بقى نحس بالمستوى ده كلام مهم جدا طب إذا كانت دي رؤية مصرية جماعة الرؤية الخارجية المحلل العراقي والناقد الرياضي والمدرب الكبير والنجم السابق الكابتن ميثم عادل في قناة W4U تحدث عن فوز الآلي ورؤيته للمباراة نشوفه مبروك للأمة الأهلاوية العظيمة ولجمهور الأهل العظيم اليوم الأهلي قدم مباراة كبيرة صالح فيها جمهور العظيم بعد التعثرات والكبوات في الفترة الأخيرة وخاصة في الدوري الإداءة كان بشكل رائع اليوم الأهلي المرعب الأهلي الرهيب الذي عيش وفاقص طيف 90 دقيقة من الرعب ومن الجحيم أنا أسميها طبعا الجحيم الكروي النادي الأهلي دخل هذه المباراة منذ اللحظة الأولى وهو ماسك بزمام المباراة بيرستاو اليوم قدم نفسه وصاغ نفسه بطريقة مناسبة بيرستاو كان أفضل لاعب في المباراة حصل على أعلى تقييم في المباراة بتسعة فاصل ثمانية حسب مواقع لترانسفير ماركت التي أشادت بهذا اللاعب كثيرا النادي الأهلي وفق اليوم في التشكيل وفق في إدارة موسمانة لمباراة وفق في استثمار ربما الفرص التي كنا دائما نتكلم عليها طبعا الذي لا يعرف من جماهير الأندية الأخرى وخاصة في آسيا النادي الأهلي منقوص من أربع عناصر أساسية وغير العناصر الأخرى أكرم توفيق بدر بانون السولية ومحمد عبد المنعم ولكن دائما الأهلي بمن حضر النادي الأهلي من وجهة نظري وفق في هذه المباراة من كل النواحي وجمهور العظيم اليوم يمكن استمتع بهذا الإداء الذي يريد أن يستمر في كل المباراة هو هذا أهل الموعيد الكبرى أستاذ إبراهيم أهل كأس العالم الأندية أمام منتيري أمام الهلال اليوم هو ده الأهلي الذي يقدم نفسه في الموعيد الكبرى نرجو استمرار هذه الحالة لأن الناس اللي بتسخ في النادي الأهلي الناس التي ترى النادي الأهلي في حجمه الحقيقي تتوقع منه هذا الأداء باستمرار ونحن معه ونحن كمان نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم الجديد وما تخافش على الأهلي طالما الأهلي فيه لعيبة رجالة وقت اللزومة باش مهندس أو الإحساس بالمسئولية عند المهمة ما هو ده اللي بنقوله إحنا مش عايزين نقيم اللحظة بلحظة أه أنت بتقيم الموضوع زي ما أنت قالوا مد عامل إزاي الموعيد الكبرى عامل إزاي أه بقت عندك قناعات أنك أنت حتى في أحلك المواقف عندك بصيص الأمل قال أن الأهلي في اللحظة المناسبة حيسترد شخصيته ليه؟ عشان هو أهل الموعيد الكبرى هو عودك على كده أن بتاعت الضغوط لما بيركزوا ويذاكروا كويس بيجاوبوا ويقتربوا أما يجي يقول لك ميسم ويقول لك بيركزوا ويأخذ تسعة تمانية من عشرة يعني يتقترب من العلامة الكبرى في تقييمات الخبراء ما هو ده اللي كان بيتهاجم قبليها بماتشين ثلاثة عشان ما بيسجلش لكن الرائل يقول له يا جماعة بيديني الناحية والمرضود الفني اللي أنا عايزه في الأسست بيوصل سريع بيهدد فإحنا مش عايزين يبقى على طول محكمين بالنتيجة في تقييماتنا إحنا الماتش الجامع إحنا شعارفين حيخلص إزاي كل شيء ورد فيه مش عايزين تبقى أسيقاتنا عاملة زي اليويو بالقاستك عمل يعني بيتمطوا ويرد في صدرنا وقت ما طيب لعبة الآلي ليه فازوا أربعة وليه ظهروا بهذا المستوى ده اللي حاول يفسره أمير المحللين الكابتن وليد صراح الدين الحمد لله كالعادة رجالة في المواقف الصعبة كان اللعبة مزع على الجماهير وحلو اللقطة بتاعت محمد هاني وبرستاو حلو قوي يعني بيقولوا للجماهير حققوا علينا وإحنا غلطانين وفعلاً اللعيبة لازم فيه توقيت لازم هما يجيبوا الفورمات تاعت قد بالك كمان فيه تحس إن فيه إنهاك شوية أو اللي أقل بدنيها فيها حاجة لكن الحمد لله يعني الحمد لله اللعيبة كانوا على الموعد ورجالة محدش غصر كله على مستوى الروح بيحاولوا يطلعوا أقصى حاجة ودي حاجة كويسة جداً المهم بقى إن اللعيبة اللي هي برضو تاني مش قادرة تجيب مستوها اللي إحنا عارفينه يحاولوا فالحمد لله نبني على كده باتفق مع الدكتور طه أسماعيل قال نقطة مهمة جداً 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 أنا ما ببصش لمبارات وفاق سطيف القادمة أنا ببص للوداد لو لعبته في المغرب يعني لسه طبعاً فيه أقويل وشد وجاز بس الفكرة إن أنا عايزة روح نهاية أفريقيا جامد بحيث إن إحنا لو خدنا البطولة التالتة وإن شاء الله الحداشر بإذن الله للأهلي والبطولة التالتة على التوالي حاجة تبقى مرعبة ما حصلتش في أفريقيا قبل كده طيب أنا حبتدي بأول جملة قالها كابتن وليد لأن أنا عقبت بنفس المعنى وفي الحلقة الماضية أستاذ إبراهيم لما راحوا وقالوا الجماهير على رأسنا ودي بقى رسالة للعيبة لجمهور طيب اللعيبة هو أحلى إنك لما تجيب بونت بعد ضغط ونسبت هاجمك تقول هص وأنا وأنا مش هريب وشار على دارك وبغضب وتبص لجهازك الفني تبص لجمهور وحص ولا الأحلى إنك تتواضع وتقول لهم متأسفين على اللي فات زعلكوا على رأسنا من فوق وحنعمل اللي علينا مؤكد اللقطة دي كسبت لتنين دون ما تكسب هائلة عند الجماهير طبعا وفي نفس الوقت بنقول لجمهور حنانيكة اللعيبة دي عندها قدرات يعني بإذن الله بدعمك لهم وهم بإحساسهم بك الأهل يحقق كل الأهداف طيب أيضا مستر بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني أكيد زي ما تعرض بيرسي تاول الرجم أعتقد موسيماني اتعرض لرجم إعلامي مهول التشكيك في كل حاجة الإساءة في كل حاجة لكن كمان الزميل محمد شبان الحياة حاول ينصف بيتسو موسيماني بعد هذا الفوز رأيه إن موسيماني يحقق مع النادي الأهلي ما لا يحققه وغيره ونشوف بيعمل إيه ونشوف في السنتين الفرق بينه بيه كان مالون جوزي إيه هل مالون جوزي لما جيه في أول سنتين وقت دورة أبطال أفريقيا مرتين وواصل كاس عالم مرتين وواخد فوم البرونز مرتين وكاسبان السوبر الإفريقي مرتين وكاسبان كاس مص وعمل كل الكلام ده الموسيماني هتطر بقى أربطه بأسطورة التدريب في الأهلي مان والجوزي هتقولي يا رجل حرام عليك وأنت بتقرن الموسيماني يا عم مش بقرن ولا حاجة وجوزي عمل ملم عم يفعله غيره وكل حاجة لكن الراجل ده برضه عامل حاجات جمدة جمدة جدا أجي في المقابل بقى بشوف بقى النتايق في أكتر من الترجي اللي تعادل في الجزائر مع وفاق السطيف سفر سفر وعلى أرضه بيخسر واحد سفر فلما الأهلي يقدر يتخطى هذه العقبة نقول تعظيم سلام للفرقة كلها بصراحة أجادت جدا هو أنا بطبعي ما بحبش المقارنات أيوة لأن كل حاجة لها ظروفها لكن أنا هذكر بس الجمهور بحاجة واحدة هو دائما لما بتيجي سيرت في لافيو بيتقال إيه موسيماء جوسيت صبر عليه لأنه كان شايب فيه حاجة كويسة ليه إحنا بنستنكر على موسيماني لما يصبر على لعيب عنده عشان شايب فيه حاجة كويسة لازم نسق في الناس ولازم نديها فرصها ونديها حقوقها بس إحنا وصلنا في مرحلة يعني يعني برضو منوج جسي ما كانش في ظروف السوشيال ميديا ما كانش في ظروف الحالية صحيح ما كانش حد برضو كان الملعب يتميلي جمهور والملعب عنده جمهور وبرضو شخصية الأجيال بتختلف ولو إن الفرقة دي بشيء من الدعم تستطيع إنها حتوصل لعبتها إلى هذه الشخصية تعمل تجربتها وشخصيتها فأيا كانت ما يأسي بعد كده عايزين بس على طول ناسق إن عندنا فريق جيد بناخد لما بناخد بالأسباب عندنا جهاز فني جيد لما بيذاكر وبيبيركز بيوصلنا النتاج وهو عامل معنا كده بنسبة حاجة وثمانين في المية فمش عايزين القصوة المبالغ فيها وشخصانة ومش عايزين كل واحد ينتصر لرأيه لأن أحيانا الرغبة في الانتصار للرأي بتبقى أولا مضللة ثانيا بتخسر الناس كل حاجة الحقيقة الجملة اللي قالها الموضة عادلة في حتة المقارنة لأنه أنا ما عرفش ليه باقت موضة في الإعلام الرياضي والبرامج فرض المقارنة لدرجة أنه فيها أحيانا قدر كبير من الجهل المنهجي اللي بيفهم في مناهج التقييم والبحث وغيره من ضمن الجهل الحقيقي أن أنت تقارن حاجة بحاجة بينهم مسافات كتيرة وبينهم فوارئ كتيرة حتى في المكان وفي الطبيعة وفي الوقت وفي الأدوات وفي الشخصية وفي الثقافة وفي العقلية حاجات كتيرة جدا تخلي المسلماني ما يتقارنش بمانوال جزيه ده في فترة وده في فترة ده معهجيل وده معهجيل ده تكوينه الثقافي غير ده خالص الشخصية الشخصية هنا المنافسين ومستوياتهم المناخ العام اللي محيط المدة الزمنية يعني الرجل ده بقى له شهور مع النادر آهل بتقارنه بمانوال جزيه اللي تجربته اكتملت مع الآهل لكم سنة وانتهت يعني يمكن تقييمها الرجل ده تجربته في الآهل السنة التانية ممكن جدا ان شاء الله ينجح نجاح كبير قوي وممكن ما يحققاش النجاح اللي هو نفسه كان بيحلم به حد يعلم الغب لا ازاي انت بتجربة قصيرة جدا ما اكتملتش بتقارنه بتجربة انتهت واستقرت ده كلام منهجيا ارجوكو في قدر من الجاه زي ما تلاقي في بعض البرامج حططلك صورة للاعب في الستينات ولعب في مين احسن مين احسن ايه ده مين اجهل مين اجهل يطرح اسئلة لناس بينها وبين بعض يا جماعة ده الكرة نفسها الكرة اللي بتلاعب بها تغيرت ده ارضية الملعب تغيرت طرق اللعبة استاذ برايس الطرق التاكتك التغذية الطب الإضاءة ايه ده كل حاجة الحوافز الدوافع كل حاجة تغيرت ده عدد النقط اه بصبع عدد النقط حقول لك حاجة اتا ازاي تقول مين هدف احسن فلان ولا فلان اللي واحد لعب مثلا 30 ماتش دولي واحد لعب 120 اه مثلا لان دي ظروفه صحيح دي ظروفه يعني الشازلي الدزو ده اللي لازم ظاهرة نعب كماتش دولي ده عشان يبقى واحد بنفسه على الهدف التاريخي لمنتخب مصر هو الشازلي كماتش دولي صحيح طيب اذا كنا نقشنا مباراة للزهاب لانه لما نحاول نقرأ معالم وملامح ما ينتظر الاهلي من خير باذن الله تعالى مساء السبت في استاذ خمسة يوليو في الجزائر كان لازم نبص على ما حدث في مباراة الزهاب والفوز الكبير اللي حقق النادي الاهلي ماذا عن الجزائر ماذا ينتظر الاهلي فيها رؤية الكابتن سيد عبد حفيز بقى وهو اطمئنان تحت اي ظرف كان مع الزميل كريم احمد على هامش مراني الاهلي في الجزائر نشوف سابرين معكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشتنا شاشة قناة النادي الاهلي يا رب ان شاء الله باذن الله خطوة تفصلنا عن المباراة النهائية كل توفيل النادي الاهلي في مباراة السبت ومباراة الاهلي وفاق ستيف مجهود كبير بيبذل حياة مجلس إدارة اللاعبين الجهاز الفني ان شاء الله كل المجهود يكلل بالنجاح كالعادة طبعا لابد يكون معنا الكابتن سيد عبدالحفيز المدير الكرة نتكلم معه طبعا في كل الأمور الخاصة ببعث فريق النادي الاهلي برحب بيك كابتن سيد في البداية وموفقين ان شاء الله من البداية من القاهرة عارف طبعا الدوافع موجودة ورغبة موجودة واحدثكم المستمرة مع العابة النادي الاهلي لكن وصلنا وضعنا في الأجواء كابتن سيد شافر أداء اللعيبة زيها في التدريبات التدريب الأول النهضة التدريب الثاني طبعا من كل جمهور النادي الاهلي كابتن سيد على الأقوة يعني طبعا الحمد لله وصلنا بالسلام يعني من أول مبارح ومبارة زيما أنت ذكرت في سياق خلامك يعني هي مبارات سيمي فاينال أقوى بطولة في القارة وأهم بطولة في القارة فبالتأكيد دوافعها لازم تكون موجودة يعني أنت جاي هنا وانت أكنك بتلعب المبارة الأولى ما متعملش حساب لحاجة معينة يعني هتلاقي فرق أشرص بكتير من اللي انت شفتها في القاهرة هتلاقي جمهور متحمس جدا ومتعطش جدا بيلعب برضو بيلعب في سيمي فاينال وبيلعب النادي الاهلي فوضاء طبيعي جدا هتلاقي في حالة التركيز عندهم عالية جدا لو انت مقابلش حالة التركيز دي بنفس حالة التركيز عندك اللي أمور هتلاقي صعبة علينا جدا فلازم نكون مركزين جدا من الثانية لحد صفارة الحكام لازم نكمل 11 ما ينقص مننا واحدة مهم جدا جدا فتبقى هادي في تصرفاتك لكت متحمس داخليا بأمورك كلها عارف أنت بتلعب مباراة وقرأة القدم ما فيهاش حاجة مستحيلة فأمثلة كتيرة جدا لو انت محترمتهاش ومقدرتهاش ومركزتش الأمور هتبقى صعبة عليك كنت بتلعب قبل نهائي المباراة التانية فقبل نهائي بطاطة تأهل اللي هتوصل لك للمباراة النهائية هتلعب مباراة دي ولكنك بتلعبها المباراة الأولى مش المباراة التانية عشان حالة تركيزك موجودة وحالة اهتمامك موجودة هتزيد من صعوبتها لان حالة جمهير نادي وفاق الصيف أكيد هتبقى كبيرة أكيد اللعبة هتبقى عندها رغبة ونهائة تثبات الزات وده برضو حقهم لكن انت لو ما قابلش ده باهتمام أكبر وتركيز أعلى الدون هتبقى صعبة فلازم من أول دية لحد آخر ثانية وانت في حالة تركيز عليها خلينا برضو يعني عشان نبقى منطقيين ما نسباش الأحداث انت ما تفكرش في رقم اثنين قبل رقم واحد يعني في احنا عندها رقم واحد الأول مباراة وصيفة كان عندنا مجلس إدارة ومشرفين على الكورة ومشرف على الكورة كبتل خطيب مع المجلس ونلجنة تخطيط هم بيأخذوا خطاوتهم لكن خلالنا نتكلم في الجزء اللي خصنا هو الجزء الفريق لازم حالة التركيز بتاعتنا كداخليا تكون بقى عالية جدا ودي مسؤوليتنا ان شاء رحمن كجهاز فني وإداري والعيبة يعني زي ما انت شايف يعني أكيد الأمور في كورة القادمة يعني ده برضو اللي أكدوا كابتن واللي بنأكدوا دايما يعني بتاخدها خطوة خطوة لكن كورة فيها أمثلة ممكن لا تبقىش سعيدة بالنسبة لك خالص يعني فما تتفاجئش بحاجة لأن هي دي كورة من عبر تاريخها كله من 1880 وشوية لما الإنجليز فكروا فيها واخترعوها فأنت لازم تكون مركز جدا لازم تكون محترم الفرقة اللي قدامك جدا لازم تكون ميديها قدرها ومكانتها وبتلعب على الأرضها وقصت جمهورها فمهم قوي 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 أن أنت حالة الإيجابية دي يكون عند اللايب الصراحة يعني معاملة كويسة جدا يعني نفس الكلام اللي هنعملناه معامل في مصر يعني يعني أنا عندي مفهوم والنادي عنده مفهوم دايما عبر تاريخه يعني كورة القادمة مش مسألة تنفسية فقط يعني فيها رسائل وحاجات ومعاني كبيرة جدا خارج الملعب كمان يعني العلاقة طيبة بكل القارة وخصوصا الحية العربية يعني التواصل مهم قوي الاهتمام مهم جدا مش الملعب بس هو اللي بيدي بيدي لك تقديرك واحترامك يعني العلاقات والمواقف اللي ممكن تبقى متواصلة ما بينهما بين كل الفرق الأفريقية وبالذات الفرق العربية فخارج الملعب اسلوب مهتم جدا جدا في التعامل أو اسلوب مميز جدا في التعامل لأنه دي واحنا من الرسائل المهمة جدا والهداف الأسائل للنادي الأهلي بتاعتك أو بره بلدك يعني بتمثل قيمة ومكانة مصر يعني فاسم النادي الأهلي كبير فلازم يتعامل دايما كل مسؤول فيه وكل واحد موجود فيه يتعامل باسم النادي الأهلي يعني شوفوا دعونا نتوقف قدام اللي اسمعناه تلات أربعة دائل اللي فاتوا دول لأن الحقيقة كابتن سيد وصل إلى درجة من الخبرة والنطج أنه يقدر أولا من خلال التجارب لا يخضع بكرة القدم وقال لك علمتنا منذ اختراعها وناشئتها مجموعة من الدروس عدم الاتمقنان وأن احنا كلنا نعرف أن الكرة حسب الحالات وأن احنا فاهمين كده لكن أيضا تدرك قيمة الكابتن سيد واستعابه لدور النادي الآلي وهو الجزء الاجتماعي اللي فيه شيء من السياسة اللي هي مش مسياسة لأن العمل الجماهير يا جماعة السياسة هي التعامل بكل ما يهم الجماهير لكن مش معنى كده أن احنا بنقحم الرياضة في السياسة لأن الرياضة هي عمل سياسي لأنه بيؤثر على علاقات الشعوب مزاج الشعوب بيأثر على حاجات كتير جدا فلا إدراك الكابتن سيد وهو مدير الكرة لهذا المعنى والدور الهام الذي يلعبه النادي الآلي خارج حدود الملعب ده شيء مهم جدا 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 يا جماعة يدعوك أيضا إلى أنك أنت تنظر إلى هذا الرجل بأنه لا قد اكتملت تجربته أنه بيقولك احنا لدينا دور قري ودور مع إخواننا العرب ودور مع إخواننا الأفارقة ودور يخص النادي الآلي أن تصدير الصورة الزهنية خارج الملعب إزاي بالإضافة إلى دوره في التعامل مع فرقته على الناحة المعنوية التعامل مع الأزمات مع الإصابات مع كل وده عملية شاقة جدا 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 فالنهار ده أنت تستصمرت في كدر إذا كابتن سيد أستاذ برين بصراعة أنك وصلت ودلوقتي أنه يبقى سفنجة اتشربت بتقاليد وأهداف المؤسسة اللي هو فيها ده كلام مهم جدا يستحقوا الحقيقة كابتن سيد عبد حفيز لأنه فعلا وده قيمة يا جماعة وأهمية أولا حسن الاختيار وسانيا فكرة التوالي الأجيال وتربية الكوادر كابتن سيد عبد حفيز من قد إيه وهو مع كابتن الخطيب وقبل كده مع كابتن حسن حمدي والكابتن طارق سليم ولما تسمعوا أنه حتى لما كان بيحضر اجتماعات لجنة الكورة بقول لك أنه كنت بابا مخدوط في البداية قاعد على طرابيزة فيها كابتن طارق سليم وكابتن حسن حمدي وكابتن خطيب لكن هو ده حرص رجال النادي الآلي دايما أن أنت ترب كوادر وتولي بيهم مسؤوليات يقدروا يكملوا ويحافظوا على اللي أنت قلت المرة اللي فاتت أنك ما بتقلقش على الآله طول ما أنت بتلاقي فيه كوادر قادر تشيد الرسالة قادر أنك تخلق البدائل وأنك تسلم الأجيال المتعقبة النادي الآلي كما تسلمته بالضبط وتضيف عليه البطولات بس لكن بتسلمه بقيم وبتقاليد وبنظامه كعمل مؤسسي وتضيف البطولات اللي أنت يعني مسؤول عن إضافتها يعني النجاح اختيار الأفراد حلوة النجاح اختيار الأفراد دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله ناجحا في اختيار أفراده ليبقى دائما بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله تسوء على خير